السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون تشابه المضلعات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول رح نبدأ أولا بحل تمارين فقرة تأكد حدد ما إذا كان كل زوج من أزواج المضلعات الآتية متشابها ووضح إجابتك طبعا شروط التشابه هي أن الزوايا المتناظرة في الشكلين تكون متساويتان أو متطابقتان لهما نفس القياس الشرط الثاني يكون بالنسبة إلى الأضلاع أن تكون الأضلاع المتناظرة متناسبة وليست متطابقة تكون متناسبة إذا يجبنا النسب بين كل ضلعين متناظرين في الشكلين المتناظرين يكونوا متناسبان فنشوف الآن بالنسبة إلى المثلثان في الشكل أو في السؤال الأول المثلثان قائمي الزاوية عندي الضلع المقابل للزاوية القائمة هو الوتر هذا هو الوتر وأيضا هذا هو الوتر راح نقول لي طبعا الزوايا المتناظرة متساوية بناء على المثلث القائم الزاوية الثلاثيني الستيني فالناخد أولا وليكن أولا ناخد الوتر للمثلث الصغير فنقول لي طبعا خمسة على ثلاثة عشر ليش هذا نضير الخمسة نضير الثلاثة عشر اثنين هم مقابلين للزاوية القائمة ثم ناخد الضلع الأصغر في المثلث القائم الزاوية الضلع الأصغر هذا هو الخمسة مع وين نضيرها الثلاثة زين فبيكون ثلاثة على خمسة احنا أخذنا الأرقام للمثلث الصغير فوق والمثلث الكبير في الأسفل فخمسة على ثلاثة وثلاثة على خمسة كيف نعرف أن المضلعان متشابهان المضلعان متشابهان نضرب الضرب التبادلي خمسة ضرب خمسة ونضرب ثلاثة ضرب ثلاثة فبيكون عندي خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة وثلاثة بما أن الضرب التبادلي مختلف النتائج فهما غير متشابهان إذن نقول لي غير متشابهان إذن الشكل الأول أو المضلعان غير متشابهان هذا بالنسبة إلى السؤال الأول السؤال الثاني بنفس الكيفية السؤال الثاني الزوايا المتناظرة متطابقة كيف نعرف طبعا نقول لي هذه الزاوية اللي فيها قوس واحد ولتكون واحد مع هذه الزاوية وأيضا الزاوية اللي فيها قوسين مع اللي فيها قوسين هذه اثنين وهذه اثنين شان تكون واضحة فبيكون نقول لي الأضلاع المتناظرة هل هي متناسبة أم لا شوف الستة قسمة ماذا اللي يقع بين الزاوية اللي فيها قوس وقوسين وهذه الزاوية اللي فيها قوس قوسين ثمانية الستة مع وين مع الثمانية بعد الناخد أيضا عندي بعد مع قوس وثلاثة أو أربعة قواس هذا قوس وأربعة قواس تساوي راح نقول لي سبعة ونص ناخد الصغير على الكبير سبعة ونص على عشرة وأيضا قوسين مع ثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة بصير ستة على ثمانية وأيضا بيكون عندي آآ ثلاثة أقواس مع الأربعة وهذه ثلاثة أقواس مع الأربعة اللي فوق صير ثلاثة ونصف على ثمنتاش هل هذه آآ النسب متساوية أم لا طبعا إذا بسطناها طبعا نقدر نبسطها ناخد أولا النسبة الأولى بسطها على اثنين آآ يساوي ثلاثة على أربعة وأيضا هذه ثلاثة على أربعة نفس النسبة الآن اثنين هم متناسبان لا الله هذه متناسبة باقي عندي آآ سبعة ونصف آآ على عشرة آآ بإمكاننا أيضا نبسطها آآ منقولها طبعا بالقسمة على واحد ونصف قسمة على واحد ونصف يصير عندي كام ستة إذن نقولها سبعة ونصف على عشرة قسمة واحد ونصف قسمة واحد ونصف آآ هنا طبعا بيكون عندي السبعة ونصف كل ثلاثة فيها آآ اثنين وعندي ثلاثة فيها اثنين بيصير عندي آآ خمسة آآ العشرة كم واحد ونصف فيها العشرة آآ بيكون تقريبا فيها آآ آآ أو نخليها ثنين ونصف خليها ثنين ونصف أفضل آآ ثنين ونصف بيصير عندي ثلاثة آآ عشان يطلع عندي نفس هذه النسبة على ثنين ونصف يساوي ثلاثة آآ هنا أيضا على ثنين ونصف يساوي أربعة آآ هذا بالنسبة إلى هذه النسبة أيضا آآ هذه النسبة آآ آآ ثلاثة آآ ثلاثة نصف أربعة ونصف آآ إذا قسمناها على أربعة ونصف عشان تطلع عندي ثلاثة إلى أربعة أو هده أيضا أربعة ونصف ثلاثة تساوي أيضا نفس القيمة ثلاثة ثلاثة ثبلات عش probably ونصف أيضا فيها كم أربعة هل يوجد طريقة ثانية للتأكد من أن الأضلاع هذه متناسبة أم لا نعم الضرب وين التبادل نضرب ستة في عشرة ستين ثمانية في سبعة ونص يساوي أيضا ستين وكذلك عشرة في ستة يساوي ستين سبعة ضرب سبعة ونص ضرب ثمانية أيضا يساوي ستين بهذه الطريقة وأيضا عندي بهذه الطريقة نضرب ستة في ثمانة عشرة وثمانية في ثلاثة عشرة بيطلع نفس القيمة ثلاثة عشرة ونص ضرب أربعة وثمانة عشرة ضرب ثلاثة أيضا بيعطيني نفس القيمة إذن المضلعان هنا نقول له متشابهان هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة في الشكل المجاور المثلث فا قافها هذه الإشارة طبعا نقرأها تشابه يشابه المثلث كاف ميم جيم اكتب تناسبا وحله لإيجاد القياسات الناقصة طبعا عندي راح ناخد الأول والثاني مع الأول والثاني لأن عبارة التشابه موجودة فنقول له فا قاف على كاف ميم يساوي الناخد الثاني والثالث قافها مع ميم جيم وأيضا ناخد الأول فا قافها على كاف جيم كاف جيم بهذا الشكل هذه النسب المتشابهة طبعا المطلوبة أولا عندي قافها هذا هو سين وعندي ميم كاف ميم كاف هي صاد نكتبهم مرة ثانية من جديد نقول له فا قاف كاف ميم كاف ميم هي أنا في سوين صاد هذه هي في الشكل كاف ميم وعندي قافها قافها تساوي ها هذه هي تساوي سين حط اختصار سين والميم جيم كما هي ميم جيم يساوي فا ها على كاف جيم طبعا راح أخذ المرة الأولى هذا مع هذا على الإيجاد قيمة الصاد لأن هذا موجود وهذا موجود فنقول له فا قاف كم يساوي الفا قاف يساوي تسعة على صاد صاد غير معلومة ونناخد معاه فا ها هذه النسبة الفا ها مباشرة نقول له يساوي ستة وعندي الكاف جيم كاف جيم تساوي ثلاثة ونقوم طبعا بالضرب التبادلي صاد ضرب ستة ستة صاد يساوي تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرين بالقسمة على ستة صاد يساوي هنا طبعا نقسم على ستة طبعا بإمكانه يجيبها بهذه الطريقة ناخدها أربعة وعشرين ناخد من السبعة وعشرين أربعة وعشرين ستة في أربعة يساوي أربعة وعشرين هنا بصير عندي أربعة والباقي ثلاثة على ستة طبعا نبسط ثلاثة على ستة يصير أربعة ونصف هذا قيمة الصاد بعد ذلك نقوم بأخذ هذه النسبة الثانية مع هذه بهذا الشكل فنقول له سين سين على ميم جيم ميم جيم تساوي من الشكل ميم جيم ستة يساوي الفاها الفاها يساوي ستة على الكاف جيم الكاف جيم تساوي ثلاثة ثم نضرب الطرفين في الوسطين ثلاثة ضرب سين ثلاثة سين يساوي ستة في ستة يساوي ستة وثلاثين قسم الطرفين على عامل السين الثلاثة إذن السين تساوي ستة وثلاثين قسمة ثلاثة يساوي أطمعش هذا بالنسبة إلى سؤال ثلاثة ننتقل الآن إلى سؤال أربعة بنفس الكيفية إذا كان ألف إذا كان المثلث ألف بأجيم يشابه المثلث سين صاد عين ومحيط المثلث ألف باء جيم يساوي أربعين وحدة فما محيط المثلث سين صاد عين نقدر ناخد أحد النسبتين عندي ثمانية على ستة عشر عين سين ثمانية على ستة عشر الثمانية من المثلث سين صاد عين وقال لي أن هذا طبعا مطلوب هو نرمز لي بالمحيط وعندي محيط ألف باء جيم اللي أخذنا منه الألف جيم ستة عشر وعندنا محيطة يساوي كم أربعين طبعا بإمكاننا نبسط هذه النسبة الثمانية على ثمانية فيها واحد على ثمانية فيها اثنين ونضرب الآن الطرفين في الوسطين نقول لي اثنين ضرب ميم اثنين ميم يساوي واحد ضرب أربعين أربعين قسم الطرفين على اثنين إذن المحيط يساوي عشرين وحدة هذا محيط المثلث سين صاد عين إذن نقول لي محيط المثلث سين صاد عين يساوي عشرين وحدة هذا بالنسبة إلى سؤال أربعة ننتقل الآن إلى سؤال خمسة حدد ما إذا كان كل الزوج من أزواج المضلعات الآتية متشابها ووضح إجابتك ناخد أولا كل ضلع بما أن الشكلين عبارة عن مستطيل الشكل أول مستطيل والثاني مستطيل فالزوايا كلها قائمة إذن الزوايا متطابقة المتناظرة متطابقة ثم نقول لي ناخد كل ضلع مع نظيرة ثلاثة على كم؟ ثلاثة على سبعة وعدنا أيضا نظير الآخر نقول لي يساوي أربعة على ثمانية نضرب إذا كان الضرب التباذلي متساوي فهما متشابهان ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين وعندي سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين مختلفين إذن غير متشابهان هذا بالنسبة إلى سؤال خمسة سؤال ستة واضح من أن الزوايا المتناظرة متطابقة هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية وهذه الزاوية تطابق هذه الزاوية وكذلك إلا في الأعلى مع إلا في الأعلى إلا في الأسفل مع إلا في الأسفل باقي نتأكد من الأضلاع متناسبة أم لا نقول لي بما أن كل هذه الأضلاع ثلاثة ناخد هذا ثلاثة على كم؟ على خمسة كل النسب ثلاثة على خمسة كل النسب موجودة ثلاثة على خمسة إذن نقول له المضلعان متشابهان أو الشكلان متشابهان لتشابه أو لتساوي النسب إذن نشوف النسب كلها متساوية يعني الشكلان متشابهان ننتقل الآن إلى سؤال سبعة أيضا بنفس الطريقة لكن لازم ننتبه إلى الأضلاع المتناظرة طبعا عندي ثلاثة أضلاع مع ثلاثة أضلاع أنا أكفي أخذ كم ضلعان الناخد الخمسة عشر مثلا هذا الصغير وين أطلع نضيره الخمسة عشر خمسة عشر على كم يساوي والناخد أيضا الاطنعاش والناخد أيضا الثمنتعاش خليناهم كلهم فوق إلا في المثلث الصغير نضير الخمسة عشر الخمسة عشر يقع بين قوس وقوسين هذا قوس وقوسين هذا عشرين بهذا الشكل وعندي أيضا الاطنعاش بين قوسين وثلاثة بين القوسين وثلاثة وثلاثة بهذا الشكل وعندي الثمنتعاش بين قوس وثلاثة يعني الثمنتعاش على أربعة وعشرين هل نقدر نبسط؟ نعم نقدر نبسط 15 مع 20 بالقسمة على 5 على 5 فيها 3 20 على 5 فيها كام 4 انا واصل الان الـ 12 مع الـ 16 نقسمهم اثنينهم على 4 12 قسمة 4 يساوي 3 16 قسمة 4 يساوي 4 الـ 18 ايضا نقسمها على 6 فيها كام ثلاثة الاربعة وعشرين على ستة فيها أربعة إذن هذا بيكون بالقسمة على ستة بالقسمة على أربعة بالقسمة على خمسة ويطلع لي جميع النسب متساوية إذن الشكلان واش نقول عنهم متشابهان هذا بالنسبة إلى سؤال سبعة سؤال ثمانية بنفس الطريقة ناخد أربعة شكلان مستطيلان أربعة على خمسة يساوي ستة على ثمانية نضرب ضرب تبادلي إذا كان متساويان فهما متشابهان نقول له أربعة ضرب ثمانية وخمسة ضرب ستة أربعة ضرب ثمانية يساوي اثنين وثلاثين خمسة في ستة ثلاثين مختلفين لا يساوي نقول له غير متشابهان هذا بالنسبة إلى سؤال سبعة وسؤال ثمانية ننتقل الآن إلى سؤال تسعة إذا كان كل زوج من المضلعات الآتية متشابهان يعني هذا الأضلاع واش فيها؟ متشابهة فاكتب تناسبا وحله لإيجاد القياس الناقص هنا عندي القياس الناقص هو السين هنا طبعا السين على ثمانية يصير سين قسمة ثمانية وعندي الثلاثة الثلاثة قسمة كم؟ قسمة اثناش نضرب ضرب تبادلي سين ضرب اثناش اثناش سين ثمانية ضرب ثلاثة يساوي اربعة وعشرين قسموا الطرفين على اثناش سين يساوي اثنين إذن قيمة السين اثنين السؤال الثاني عندي السين نشوف نظيرة السين في المثلث الصغير تقع بين ثلاثة أقواص وقوسين ثلاثة أقواص وقوسين هذه إذن بصير سين على أربعة فاصلة ثمانية والناخد نسبتين ناخد بين قوس وقوسين قوس وقوسين هذا هو خمسة على قوس وقوسين أربعة ونضرب الآن ضرب تبادلي سين ضرب أربعة أربعة سين يساوي خمسة ضرب خليها خمسة فاصلة صفور عشان لا نغلط فيها في أربعة فاصلة ثمانية طبعا هنا بيكون عندي خمسة ضرب أربعة فاصلة ثمانية وهنا عندي أربعة سين إذا ضربناها طبعا ضرب تبادل 5 ضرب 4.8 5 في 8 4 باليد 5 في 4 يساوي 20 وعندي 4 باليد 24 نضع الفاصلة نحجز عدد 1 إذن يساوي كام 24 بالقسمة على 4 إذن 20 تساوي 24 قسمة 4 يساوي كام 6 إذن قيمة السين لسؤال 10 يساوي 6 ننتقل الآن إلى السؤال 11 10 ننتقل الآن إلى السؤال 11 10 ناخد السين السين على العشرة سين قسم 10 وناخد الـ 21 21 قسم 10.5 سين ضرب 10.5 يساوي 10.5 سين يساوي 10 ضرب 21 210 نقسم الطرفين على 10.5 10.5 إذن السين تساوي هنا بالقسمة طبعا بإمكاني أخليها 105 وفوق عندي 2100 إذا ضربنا في 10 تصير بهذا الشكل 2000 و100 على 105 والآن نجيبها بالقسمة المطولة بيكون الناتج 20 هذا بالنسبة إلى السؤال 11 10 السؤال الثاني 10 نوجد قيمة السين نناخد السين هذا هو السين طبعا نضيره هنا ثلاث أقواس وهنا أربعة هنا ثلاثة أربعة نضيره على 26 سين على 26 يساوي والناخد أيضا نحاول عدد أقل نناخد هذا الثمانية قوس مع أربعة قوس مع أربعة 12.5 أو 12.8 ثمانية على 12.8 نضرب الآن سين ضرب 12.8 نقول لي 12.8 سين يساوي 26 ضرب ثمانية إذن 12.8 سين يساوي 8 8 ضرب 26 يساوي نشوفها الآن هذا عندي 26 ضرب 8 8 في 6 8 واربعين ثمانية في اثنين ستة عشر وعندي أربعة باليد 20 مائتين وثمانية طبعا نقسم الطرفين على 12.8 12.8 الآن بقسمة مائتين وثمانية قسمة 12.8 يطلع عندي 16.4 تكتب بهذه الطريقة 16.4 أو 16.25 هذا بالنسبة إلى قيمة السين ننتقل الآن إلى السؤال التالي إذا كان محيط المربع ألف يساوي 28 وحدة ومحيط المربع با يساوي 42 وحدة فما عامل المقياس بين المربعين طبعا راح نقول له أولا 28 على 42 ونبدأ نقسم 2 هم يقبلوا القسمة على 7 نقول له بالقسمة على 7 قسمة على 7 28 قسمة 7 فيها 4 42 قسمة 7 فيها 6 أيضا نتقبل القسمة على 2 نبسطها إلى أبسط صورة لإيجاد عامل المقياس 4 قسمة 2 يساوي 2 6 قسمة 2 يساوي 3 إذن عامل المقياس هو 2 على 3 ننتقل الآن إلى السؤال الرابع 10 إذا كان عامل المقياس من نموذج الإذن الداخلية للإنسان إلى الإذن الحقيقية يساوي 55 إلى 2 55 إلى 2 يعني نقدر نكتبها بهذه الطريقة الإذن الداخلية إلى الإذن الحقيقية فبيكون 55 أو نخلي 2 على 55 وكان طول إحدى العظام النموذج 8.25 فما طول العظمة المقابلة لها طبعا طول العظمة بيكون هذا نقولها طول العظمة ونقوم بضرب هذه النسبة 2 على 55 نضربها طبعا في 8 وربع مباشرة 8.25 بهذا الشكل هنا طبعا هي اللام بتكون على 8.25 ضربتها مباشرة فنقوم الآن بعملية التبسيط إن أمكن فبيكون عندي 2 ضرب نضرب أولا ل2 في هذا العدد 8.25 2 في 5 10 1 باليد 2 في 2 4 1 باليد 5 2 في 8 16 فنحجز عددين 16.5 إذن بيكون عندي 16 15.5 ونصف قسمة 55 تقريبا طبعا بيكون يساوي تقريبا 3 من 10 إذا قسمنا بيكون 3 من 10 طبعا بالقسمة وين بالقسمة المطولة هذا بالنسبة إلى السؤال إذن طول العظمة المقابلة لها أو لإذن الإنسان طولها بيكون 0.3 الوحدة طبعا على حسب اللي أعطانيها بتكون بالسانتي بما أن هنا بالسانتي هنا بيكون بالسانتي هذا بالنسبة إلى السؤال الرابع عشر ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من حل التمارين إذا كان المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث سيم صادعين فما طول صادعين هذا هو طبعا صادعين وليكن مثلا نرمز لي بالرمز ميم مثلا طبعا هذه عندي التشابه ألف باء هذا ألف باء يقابل يقابل سيم صاد سيم صاد موجود 27 إذن بيكون إلا هو طبعا ألف باء كم 36 36 على 27 وعندي طبعا سين عين هذه سين عين يقابلها طبعا ألف جيم فأخذ سين عين سين عين اللي هي ميم على وين سين عين مع ألف جيم الألف جيم تساوي 34 طبعا هذا بإمكاني أبسطة بالقسمة على ثلاثة يساوي 12 وهذا 9 وأيضا قابل إلى القسمة أيضا على ثلاثة في أربعة وهذا على ثلاثة في ثلاثة يصير أربعة على ثلاثة نضرب الأربعة في الأربعة وثلاثين نضرب الثلاثة في ميم يصير عندي ثلاثة ميم يساوي أربعة ضرب أربعة وثلاثين ستة عشر واحد باليد أربعة في ثلاثة اتناعش واحد باليد مئة وستة وثلاثين مئة وستة وثلاثين بقسمة الطرفين على ثلاثة بيكون الناتج تقريبا يساوي مئة وستة وعشرين قسمة ثلاثة طبعا هنا في عندنا خطأ السبعة وعشرين هي اللي تكون في الأعلى لأن الميم الميم هذا هو من هذا فتكون السبعة وعشرين سين صاد في الأعلى فهذا عفوا خطأ سبعة وعشرين على ستة وثلاثين يساوي ثلاثة ميم على ثلاثة أو نقول لي ميم على أربعة وثلاثين ونبسط طبعا هذا بيكون ثلاثة على أربعة ونضرب أربعة وثلاثين هذا طبعا بيكون خطأ وهذا خطأ نضرب الأربعة وثلاثين في الثلاثة يساوي اطمعش ثلاثة في ثلاثة مئة واثنين المئة واثنين نقول لي أربعة ميم ضرب أربعة أربعة ميم يساوي مئة واثنين نقسم الطرفين على أربعة بيكون الناتج أربعة على أربعة يساوي أربعة نقسم هنا طبعا يساوي خمسة وعشرين ونصف إذن هذا قيمة السين عين طبعا نحن نفترض نجيب هذا مباشرة صاد عين صاد عين هذا هو صاد عين الثاني والثالث مع باء جيم فلناخد الثلاثة على أربعة ما عليش طولنا عليكم صار عندنا خطأ لأن بدل ما ناخد صاد عين جبنا سين عين ومو مشكلة يعني فالصاد عين تقابل الثمنطعش فمنقول الصاد عين هذه هي ناخدها ولتكن ألف ولتكن ألف ناخدها هذه ألف نرمز لها بألف على ثمنطعش بهذا الشكل نضرب ثلاثة في ثمنطعش يساوي أربعة وخمسين ونضرب الألف في الأربعة أربعة ألف يساوي أربعة وخمسين قسمة الطرفين على أربعة إذن الألف يساوي ثلاثة ونصف إذن الإجابة هي ألف ننتقل الآن إلى السؤال التاسع عشر إذا كان المضلع ألف با جيم دال يشابه المضلع فا را واو شين وكان محيط المضلع ألف با جيم دال يساوي أربعة وخمسين فما محيط المضلع فا را واو شين إذن نقول لي طبعا ناخد نسبة المضلع هذا الأكبر ستة ألف با طبعا ألف با يشابه فا را الفا را كم أربعة وكان محيط المضلع ألف با جيم دال أربعة وخمسين فما محيط المثلث أو العفو الشكل الرباعي فا را واو شين نضرب ستة في ميم ستة ميم أربعة ضرب أربعة وخمسين أربعة ضرب أربعة وخمسين ستة عشر واحد باليد أربعة في خمسة عشرين واحد مائتين وستة عشر بقسمة الطرفين على ستة يكون الناس يساوي ستة وثلاثين طبعا بإمكاني عن طريق القسمة المطولة هنا بيكون بالمتور إذن الإجابة هي دال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر